مرة أخرى تقلب صفحات الملف اليمني في قاعة مجلس الأمن كثيرة هي الكلمات المكررة والبكائيات عن الوضع الإنساني وقليل من الكلمات ما يمكن وصفه بالجديد والجد باستثناء كلمة برنامج الغذاء العالم الذي حذر منذيره من احتمال البدء في تعليق المساعدات في اليمن هذا الأسبوع على خلفية تعرض فرق البرنامج لضغوطات كبيرة في مناطق سيطرة الحوتيين الذين دأبوا على سرقة المساعدات المقدمة للمحتاجين وحرمان الملايين منها فقد جاءت الكلمات رتيبة ومكررة ولعل أبرز ملامح التكرار ما ورد على لسان المبعوث الأممي الذي حث جميع الأطراف المتحاربة على تخفيف التوتر وتسهيل وصول المساعدات للمدنيين مضيفا أن مخاطر العملية السياسية في اليمن كبيرة في ظل استمرار الأعمال القتالية في الحديدة وغيرها من المحافظات ومؤكدا التزامه الشخصية بالسعي من أجل عملية سياسية حيادية مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وحده الوضع الإنساني جرى عليه تحديث على مستوى الأرقام فبحسب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الشؤون الإنسانية مارك لوكوك وصل عدد قتل الحرب اليمنية منذ العام 2016 إلى أكثر من سبعين ألف قتيل مضيفا أن القتال تسبب في نزوح أكثر من مئتين وخمسين ألف شخص أما حوادث قتل وإصابة الأطفال فقد تضاعفت في الربع الأول من هذا العام بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالربع الأخير من العام 2018 ما يعني أن اليمنيين مهددون أكثر من أي وقت مضى بتبعات الأزمة الإنسانية التي تتسع فوهتها يوما بعد آخر ترجمة نانسي قنقر